لا يخفى على سائل عنوان جمعية بيتي لإدماج الأطفال في وضعية صعبة في مدينة الدار البيضاء هذه الجمعية التي أخذت على عاتقها رعاية الأطفال وحمايتهم فعلى مر 26 سنة كانت الملاذة الآمن في الرعاية الاجتماعية والنفسية بيتي جمعية غير حكومية التي تعتني بالأطفال في وضعية صعبة وبالأخص الأطفال في وضعية شارع التي تأثرت منذ 1967 أولا هو حماية وتكفل بالأطفال كما قلت في وضعية صعبة يعني كل ما يتعلق بالإعادة تأهيل النفس والاجتماعي لهم إعادة الإدماج الأساري، إعادة الإدماج المدرسي وكذلك تكويل المهاني والاستقلالية في هذه الساحة ينسجم هؤلاء الأطفال على إقاع النغمة الموسيقية في رقصة الأمل وفي قاعة أخرى تلون هذه الطفلة المهاجرة من إفريقيا رسوماتها بألوان الحياة وطفل إفريقي آخر يتعلم اللغة الفرنسية مع أطفال مغاربة فالأطفال هنا كلهم سواسية ولا توجد تأشيرة الدخول إلى جمعية بيتي بالنسبة للأفاريقة، للأفاريقة نشوفها الظاهرة ظهرت قريباً من 2010-2011 لأن كانوا في شحل هذه الأفاريقة يجيوا فقط البالغين اللغة مؤخراً يرجعوا يجيوا بالأطفال ديالهم وإما ديجان من 14 العام حتى 18 العام يجيوا هما لرأسهم وكل اللي يجيوا مثلاً من الأفريقية الجنوبية، كل اللي يجيوا من السودان واحد الباكور باش يوصلوا لهنا، كي يخلوهم لأباء ديالهم هنا مثلاً خرجوا حرقوا لإسبانيا ولا لهذا، ويخلوهم لأبناء ديالهم هنا هنا كي يكون عندنا واحد شاركة مع المفاوضية العليا للاجئين لأن أغلب الأطفال اللي عندنا هنا في أفاريقة كي يجيوا على طريقهم بدأ المغرب عام 2015 في تطبيق سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة وتمتد إلى غاية عام 2025 والتي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال وجود جمعيات للدفاع عن حقوق وحماية الأطفال هي مقاربة حقوقيا وليست إحسانية غير أن هذه الجمعيات تمثل الحضن البديل للأطفال في وضعية صعبة الذين يشكلون الحلقة الأقل ضعفا في المنظومة الاجتماعية إكرام الأزرى قناة الغد من مدينة الداري البيضاء